نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طرأت في مجموع الفتاوى بأن حديث الاجتهاد فهو إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران إلى آخره بأنه يشمل مسائل العقيدة فما وجه ذلك وهل هو صحيح عن الشيخ؟ إيشي قول طرأت في مجموع الفتاوى بأن حديث الاجتهاد أي إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران الحديث لأنه يشمل مسائل العقيدة فما وجه ذلك وهل هو صحيح عن الشيخ؟ ماذا يجيب لنا نص كلام الشيخ ويشوفه